الحقيقة إنه تاريخ الحركة الوطنية في مصر دايما مرتبط بتاريخ الجامعة والحركة الطلابية في مواقف سياسية كتير جدا مبارح كان المشهد أكثر من رائع ومدهش داخل الجامعات المصرية شباب بيتظاهر عشان فلسطين وبيؤكد لنا إنه لسه القضية حية في أسيوت في سهاج في اسكندرية في حلوان في كل الجامعات المصرية مشهد فعلا كان أكثر من رائع بيؤكد رسالة تضامن مع أهلنا في غزة هي يعني زي ما احنا بنتابع وزي ما انت قلت يا محمد فيه دور كبير جدا للجامعات ظهر في دعم القضايا الفلسطينية أيضا لتأييد قرارات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في رفض تهجير الفلسطينيين وخروج المظاهرات الرافضة للعدوان الإسرائيلي على غزة أيضا تنظيم أكبر حمارات للتبرع بالدم داخل الجامعة معنا في ستوديو سبعة الخير يا مصر الحديث حول هذا الموضوع دكتور حسان النعماني رئيس جامعة سهاجة لشان تعرف منه على تفاصيل أكتر وقراءات أيضا في هذا المحور تحديدا سبعة الخير يا حديثي دكتور نوارنا في سبعة الخير سبعة الخير يا حضرتك وسبعة الخير على كل مصر أهلا بحضرتك هذه المشاهد لحشود الطلاب الجامعات في فكرة تأييد القضايا الفلسطينية ورفض التصعيد في قطاع غزة وفي الحقيقة كان قطاع غزة أو الضفة أو ما يحدث بشكل عام في فلسطين لأي مدى هذه المشاهد يفندم خلينا نقول احنا في وقت من الوقت كنا منعتقد أن هذا الجيل هو جيل مدلل جيل غير مدرك لأبعاد القضايا الفلسطينية وما يدور عن متى من قضايا عربية موجودة وقضايا كانت قائمة بالنسبة لأي مدى هذه المظاهرات وهذه المشاهد أثبتت أن احنا كنا مخطئين إلى حد ما هو الحمد لله احنا حاليا دلوقتي يعني بندلل أو بالتجربة أو بالخبرة أو بالعمل نفسه خروج الشباب في كل أنحاء مصر بهذا الكم وهذا الحجد الرهيب أنا كنت ماشي وصل المسيرة والشباب بيندفعوا وعايز يجري يعني لو قدامه العدو نفسه كان هيفتكوا بإيده وشباب واعي ومتحضر ومجرد الرئيس ما قال لو دعتنا الظروف أن احنا ننزل ونحشد احنا هنعمل وهو قال الرئيس وقفل مع المستشار الألماني والشباب عندي من كل جماعات مصر من كل سهاج نزل بطريقة أنا ما شفتهاش قبل كده بس أنا شفتها ولمستها وعشتها وكنت فخور جدا بهذا الشباب كنت فخور جدا بوعيهم ومعركة الوعي اللي بيتكلموا عنها هلأة دي الشباب أثبت للعالم كله أنه هو واعي ومتحضر وفاهم يعني ايه عدو وفاهم يعني ايه وطن وزي ما قال الرئيس في لقاء حكاية وطن ما تختزلوش الوطن بلقمة احنا بناقول يا رئيس ادي شبابك ادي أبنائك سمعين كلامك عارفين انت بتحكي ازاي عارفين المخاطر اللي حوالينا والتدعيات وعارفين ان المطيقة كلها سخنة وعارفين ان في خطر يدهم مصر من كل البوابات الشرقية والجنوبية والغربية والقبلية وكل احنا شايفين في الصورة صورة فعلا مدهشة جدا وبتقول لنا ان الشباب سابق يا فندم بخطوة وبخطوطين حالة الوعي حالة الاحساس بالقضية والثقافة السياسية كمان لانه هلأ المشهد مش بس اهتفات وش بس شايلين اعلام لكن نقاشات الشباب مع بعضهم يعني الشباب واعي بابعاد القضية واعي كمان باهمية اللحظة اللي احنا بنعيشها دلوقتي في مصر الرسائل يا فندم للداخل يعني اي حد دلوقتي قاعد في البيت ويشوف الصور دي للمجتمع المصري وللخارج كمان ايه يا الرسائل الداخل ان احنا بنبان في وقت الازم صحيح يعني الشعب المصري دايما يعني لما في 30 يونيو طلع كل حشود مصري كلها طلعت في الشوارع ولما الرئيس قال ادونا تفويض طلع ان كل المصريين طلوا في الشوارع ولما لقينا الخطر على اخواننا في فلسطين وعلى غزة والاحداث اللي بتحصل هناك وخطر على مصر لان مصر في بقرة برضو المشكلة ومصر حدود متلسقة مع فلسطين ومع غزة والنية لتهجير اخواننا في غزة والفلسطينيين الى سيناء فالشق بالمصر كله وشباب مصر كله رفض هذه الفكرة طبعا استجاب للريس لما قال احنا نرفض تهجير غزة والفلسطينيين الى سيناء وده مخطط معروف ومكشوف والدليل على كده انا اقول لسيادتك انت ممكن حضرتك تبقى عايز روح مشوار وتكلم اخوك يروح معاك يقول لك لا سيبني انام انا مش قادر انا تعبان والاب يقول لي ابنه تعالى مسلا سعيدني يقول له لا ولكن في المنظر ده ده هو دليل على الشباب المصري ووعيه الخروج كان عفوي يعني ما كانش اي توجيهات انا عايز انزل واوصل صوتي للعالم كله انه القضية الفلسطينية لسه حي بقول له حضرتك كان عفوي الدليل على كده هو الرئيس افل يعني مثلا الساعة اتنين احنا تلاتة كنا كان الحشود دي كلها ولو انتظرنا ساعتين وتلاتة تاني كنا لقينا اكد الاعداد دي يعني اضعاف المضعفة يعني اكد اجز من مثلا عشر اضعاف لدرجة ان احنا اخفنا على الشباب لما تجمع داخل الجامعة والجامعة تملت واكتزت بالشباب لدرجة ان امها كان في نفورة كده رجبه فوقيها وندون ان انا اقف نفورة وانا كان عندي احساس ان المشهد ده مش هتكرر تاني في حياتي ان ابنائي وبناتي وحتى البنات يعني برضو حضرتك الشاهد ان مفيش فرق بين البنات والولاد يعني البنت نفسها مدركة للخطر القائم مدركة يعني ايه وطن مدركة يعني ايه مصر وكان حجد البنات يكاد يكون قد حجد الولاد وخاصة في الصعيد لا معاش الكلام ده خالص صعيد رجالة بناتهم رجالة بناتهم رجالة هم اللي بيولدوا الرجالة وهم اللي بيربوا الرجالة وحتى في مؤتمراتنا في داخل جمع السهاج ملاحظ ان عدد البنات يكاد يكون اكتر مش يكاد اجزب ان هو اكتر من عدد الولاد حتى لما بنصديف حد من خارج سهاج ملاحظ النقطة دي وهو بنفسه اللي بيتكلمه بيقول يعني نلاقي مثلا المدرج موجود مثلا اربع سكتر نلاقي مثلا تلاتة بنات وسكتر ولاد او اتنين واثنين او يعني المهم البنات ما ينقصصها عن المصر دكتور طول عم دور المرأة السعادية يعني يعني عبر التاريخ معروف الحقيقة في كل الصراعات وكل الازمات اللي مصر كانت بتواجهها او حتى لو هنتكلم مع القضية الفلسطينية واحنا بنتكلم دلوقتي مفيش فرق بين رجل وبنت فيش فرق بين ولد وبنت بنات جدعان فعلا وشفنا ده موجود على ارض الواقع والمشاهد بتتكلم كتير جدا وبتقول حاجات كتير جدا حتى يمكن من اهم كمان المظاهر يا فندم فكرة التبرع بالدم وقت ما تم الاعلان عن التبرع بالدم من اجل اهلنا في قطاع غزة شفنا حشط وزخم كبير جدا وفعلا الطلبة والطالبات كانوا بيتسبقوا عشان يقدروا ان هم يروحوا يتبرعوا بالدم لدرجة ان انا حتى كنت بشوف يعني ناس كانت بتتكلم يعني بيخافوا حتى يقولوا لو في سبب لا احنا عايزين نتبرع احنا كان نفسينا نتبرع حتى لو في سبب يمنع شايف ايضا هذا المظهر ازاي انا اقول لحظاتك ده برضو تجربة وعشت ايها احنا مجرد بس ده كان الاول على فكرة اقتراح منهم هم واقتراح من الشباب واصل بالشباب البنات والولاد ان هم عايزين يساعدوا اخوانهم في غزة بأي طريقة بأي حاجة بما فيهم اغلى ما لديهم اللي هو الدم وحاليا دلوقتي فيه فكرة انهم هم يتبرعوا بالمال من مصرفاتهم والموظفين من مرتباتهم بالرغم من الموظفين والاداريين وعضاهية التدريس يعني معلش منتظرين علاوة منتظرين حافز منتظرين مكافأة لكن حاليا دلوقتي بيقولوا لا احنا عايزين نتبرع وفيه طبعا اراء كتيرة اللي عايز يتبرع بنسبة معينة من رتبه اللي عايز يتبرع وانا جات لرسائل من عضاهي التدريس والعمدة والاداريين في الجامعة ان احنا عايزين نتبرع فالتبرع بالدم اغلى طبعا من التبرع بالمال يعني 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 مثلا مثلا انا والدتي كانت تقول لي اياك والدم يعني اعمل اي حاجة لقيت نفسي انا اول واحد رحت مدت الدراعة وايدي واخدوا مني وبالتالي الطلبة والطالبات كانوا يعني بيتخانقوا كانوا يخاف اليوم يخلص والطبور ييجي مسلا يوقف عند حد ونقول لهم لا اخلاص تعالوا بكرة لدرجة ان احنا عملنا اكتر من شفت في اليوم عشان نريح طبعا ادكاترة البنك الدم وريح الفنيين في بنك الدم وعملنا اكتر من شفت بحيس يبدلوا مع بعض بغاية ما نخلص وما كناش بنخلص لهم احنا عندنا اسبوع تعالوا تاني بكرة انا بواقف وصليهم والاقي مثلا بنتي سنها 18 سنة يعني لسه لابن وريحة ووافة في الطبور وعايزة تتبرع من غير انا مجبها فعلا لو هيقول حاجة او يرسل رسالة زي من الكلم هي فكرة الوعي الوعي حتى اللي كنا بنتابع سيدة الرئيس عبدالفتاح يسيسي في اكبر في اكتر من فعالية دايما كان بيراهن على وعي الشباب المصري ودايما كان بيقول انه الشباب المصري انت مش ممكن تتخيلوا ممكن يطلع منه ايه في وقت الازمة او بس لو لقى فرصة او وقت ما هنحتاجه وده اللي حصل فعلا صح حصل وهو فعلا يعني ده الدليل القاطع وبالمشاهد اللي هي موجودة وطلعوا الشباب والشباب بيقولوا احنا موجودين اهو احنا نقدر نحمل بلد احنا نقدر ندافع عنها احنا كل اللي بيتقال عبر وسائل الاتصالات وحروب الجيل الرابع والخامس احنا وعين لها واحنا عارفين ايه المخطط وايه المدبر واحنا قدي كده واحنا ان شاء الله بإذن الله تعالى مع البلد ومع مصر لاخر نفس والاخر لحظة حتى الشباب شفنا شباب بجد يشرح القلب ويفرح انه مش بس بيتبرع بالدم ومش بس بيتبرع بالمال لاش فيه شباب متطوع كمان بيروح للحملات الاغاثية ويروح رفح يتضامن بشكل كبير جدا مع الحملات الاغاثية هناك بشكل كبير نرجع مرة تانية لفكرة الحشد الشعبي والوقوف امام بعض الرسائل المهمة جدا صوت الشباب صوت واعي وصوت فيه حماس وحماس رشيد لانه الجميل كمان في المشهد ده فندم انه مفيش اي تعدي مفيش اي تخريب مفيش انتظار لأي حاجة امنية لا هو بيحافظ بشكل كامل على كل ما حاوله عشان يقدم رسالة حضرية جدا للعالم احنا هنا وبندعم القضية الفلسطينية الرسائل الاهم اللي حابين نتوقف عندها فكرة الالتفاف الشبابي والشعبي امام رسائل لا يعني عودة عنها لا للتوطين لا للترحيل لا للتهجير القصري الحفاظ على الامن القومي رسائل المهمة اللي احنا محتاجين ننورها شوية في الوعي المصري هو انا اقول له حضرتك والله تاني الطلبة لما طلعوا احنا لقناهم بيهتفوا بنفسهم حاجات انا لو حبيت اقولها لهم او اي متخصص اللي هم تقولوا كذا مش هنعرف نجيبها لو بيجيبوا هتفات مبداعة كمان بيجيبوا حاجات كده مختلفة هتفات والله هتفات دي معبرها عنهم وعند داخلهم صحيح صادقة ولو سيادتك فتحت الفيديو هتلاقي صوتهم كان مجلجل وكان يعني كله حماس وكله قوة وكانوا بيقولوا كل اللي احنا عايزينه وكل مصر عايزاه واللي قالوا الرئيس يعني لا للتهجير لا قول يا رئيس قول قول واحنا معاك يعني احنا وراك وقضية الفلسطينية والقدس بتاعة عربية وغزة عربية وسينة مصرية لا يعني اقول لها حضرتك يعني ده لو لقناهم هم اصلا كانوا بيقولوا احنا كنا بنقول وراهم احنا واقفين يعني شايفين مشهد احنا شايفين ملحمة حد يقول دولة بتوع كلام لو الله ما كان كلام وبرضو سيادتك الحجد كان امن والمسيرة كانت امنة وطلعت من الجامعة مشيت على الكبري كبري خميم ده طوله حوالي كيلو او اكتر وبعد كده مدان الشبان المسلمين يعني مسيرة حوالي اتنين كيلو بشكل حضاري جدا بشكل حضاري وبقول لي سيادتك حاجة يعني بدون يعني عناصر تأمين بدون حتى المشهد داية يعني مفيش رجل شرطة هم وفروننا اه المكان الامن اللي احنا نمشي فيه والناس التوماتيك هالس وهاج وعين والشعب المصري واعي اللي لقي كده وقف بالتاكسي بتاعه وقف بعربية وغاية احنا ما عدينا واللي وسع لنا وكان مثلا اتجاهين نمشي في اتجاه والعربيات تمشي براحة في الاتجاه التاني ولأ يعني منظر حضاري جدا انا اقول لي سيادتك احنا بعد المسيرة جات لنا فيديوهات من على منازل من فوق يعني حاجة تفرح جدا يعني اول ما الاهالي وهما في البيوت والمنازل شافوا الاصوات وشافوا الشباب طالع وماشي كل حد من فوق بيته صور لنا فيديو وبعته هم اللي بعته لابنه عارف ابنه ده موجود في المسيرة اللي بعته لقريبه اللي بعت مسلا رئيشه في العمل الناس يعني بجد كانت متحمسة جدا الناس كانت كلها بتهتف من قلبها اللي حتى كان مش قادر ان هو ينزل يشارك في المظاهرة كان موجود بيشارك زي ما حضرتك قلت من بيته صح وبيصور وبينشر على قد ما يقدر مشهد لحمة وطنية ولحمة لحمة يعني انا اتكلم على القومية العربية حتى فكرة ادراك هذا الشباب للقضية الفلسطينية ورفضه لما يحدث في قطاع غزة يعني فعلا مش عايز اقول فكرة ان هو يساعدنا لا ما يساعدناش طبعا لان الوضع صعب جدا عند اخواتنا الغزة ولكن بس يطمننا ان الشبابنا العربي واعي وعلى قدر كبير من الوعي وخلينا نروح مع حضرتك هنا لنقطة تانية واحنا بنتكلم على الشباب المصري بشكل عام شايفين كمان شباب مصري موجود الوقت عند معبر رفح لتوصيل الاغاثات وتوصيل ايضا المساعدات الاغاثية لقطاع غزة ووقفين ويمكن تشوفنا فيديوهات كتير جدا ان الشباب بيقولوا مش هنرجع احنا موجودين هنا بقالنا حوالي خمس ست ايام مش هنرجع غير لما المساعدات دي تدخل ولا بديل ولا غنى ان المساعدات دي تدخل لأهالينا في قطاع غزة لانهم بالفعل في حاجة لها ولا خايفين ولا الانين ولا الظروف اكيد مش اسهل حاجة ومش بالظروف اللي احنا بنتكلم انه او كان عندنا معتقد انه جيل الى حد ما مدلل الظروف مش سهلة خالص هناك انا اقول لستك حاجة وانا لاحظتها وبلاحظها على طول يعني الشباب اللي طلع معايا وكان بيطلع قبل كده ما بيفكرش هيكل امتى ولا هيكل فين هو طالع وممكن يعد وقت الاكل وممكن يسهر غاية بالليل الساعة 12 وواحدة واثنين ما بيدورش على هيكل ايه ولا هيكل فين ولا هيشرب ايه وده برضو يعني احنا شايفينه في الشباب اللي فرفح يعني واقفين هناك وممكن يعدوا زي ما قلت حضرتك بالاسبوع والاثنين والثلاثة لهدف لفكرة لمغزة لمعنى للاحساس بالمسئولية شباب حسس بالمسئولية شباب واعي ومسقق شباب بيظهر في الازمات شباب كله كله زكاء يعني وحتى دول اللي موجودين في رفح في مئات الالاف تالي لو صبوهم او سبناهم هيروحوا رفح وهيعودوا هناك وهيوصلوا انا بقول له حضرتك الشباب نفسه عايز في النقطة دي دكتور مالشانا أسف في النقطة دي هل تعتقد انه وعي الشباب المصري ده تحديدا احنا شايفين مؤخرا فيه اهتمام من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب المصري من خلال فعاليات فعاليات بتضم بقى جنسيات مختلفة وقراء مختلفة من كل انحاء العالم فعاليات بتنظم على مدى ايام كتير جدا بنشوف كمان طول الوقت فيه حتى شفافية وطول الوقت كلام موجه للشباب وكلام بيكون فيه يعني خليقول محاولة انه يفهم الشباب ده مش مجرد خطبات طول الوقت فيه شرح مفصل لكل شيء شايف حضرتك ان وعي الشباب ده لأي مدى تأثر خليقول بهذه الرؤية المصرية ما يفعله السيد الرئيس عفتاح السيسي واجهزة الدولة من احتواء للشباب من منتدى شباب العالم من المؤتمرات اللي بتتعامل في كل الهيئات المؤتمرات اللي بتتعامل واللقاءات اللي بتتعامل في وزارة التعليم العالي والسيد الوزير عيمن عشور في معهد اعداد القدف حلوان واحلان دلوقتي المعهد تطور وبيئة من احسن المعاهد موجودة في الشرق الاوسط كل ده بيخلق نوع من انواع الزيادة الوعي وزيادة الانتماء والشباب عايز كده أنا عندي شباب مطمرة مثلا شباب العالم عايز كله ييجي عايز كله يروح كله بيخش بيسجل وتلاقي الشاب اللي طلع وراح تلاقيه مبسوط واعلن أنا خلاص ودى الدعوة بتاعته الشباب التانية بيجروا عايزين عايزين يروحوا يروحوا يكلوا يشربوا يروحوا مثلا يموتوا المهم عايزين يحضروا مع الرئيس عفتاح السيسي فدي مهمة جدا وأنا أطالب بزيادتها يعني احنا عايزين زيادة كمان أكتر في لقاءات الشبابية وفي مؤتمرات زي ما احنا شايفين مع حضرتك ومع السادة المشاهدين يعني دي صور الخيام الموجودة في معبر رفح والشباب المتطوع في الحملات الغاثية لتوصيل الغاثات لأهلنا في غزة ظروف قاسية جدا يعني زي ما احنا شايفين مصممين يعودوا في الخيام دي ما يرجعوش إلا ما يوصلوا إلا بعد ما يوصلوا كل الإمدادات الغاثية لأهلنا في غزة فكرة الحماس الشديد جدا منصرة القضية والإحساس أو الانحياز للأرض يعني دي نقطة في غاية الأهمية موجودة في الشباب المصري وشفناها بشكل كبير جدا خلال الأيام اللي فاتت عايز أسأل حضرتك فيما يتعلق بالبناء على المشهد الجميل اللي احنا شايفينه لأنه كل الشاب من دول ليه دوائر تأثير يعني مش بس داخل الجامعة إنه يهتف ويرفع العلم لا ده بيروح بره في المجتمع بيبقى ليه تأثير في أسرته في محيط الأسرة في النادي في الأماكن المختلفة أنا أمام شباب قادر إنه يبقى خير سفير لقضيانا المصرية والعربية ويبقى عنده وعي الدولة المصرية بمؤسستها محتاجة المجتمع يروح فين إزاي شباب دول ممكن أستثمرهم بشكل مؤسسي يعني بشكل حقيقي يبقى يصنعوا فرق ويعملوا تأثير حقيقي في وعي المجتمع اللي هو متنوع فيه فئات كتيرة يعني للأسف ما عندهاش الوعي ده للأسف بعض الفئات ما نلتش قسط من التعليم ويفر يفهم يعني إيه أمن قومي مثلا يعني إيه لا للتوطين أو غيره إزاي الشباب ده ممكن يتحرك في إطار المجتمع يعني أنا برضو أؤكد على خلام سيادتك إن الشباب مؤثر جدا والشباب الشاب في أسرة وراه الأسرة صحيح ولو شاب مثلا أسرته كده هتمنعه إن هو يطلع هو هيبقى فكره مش مثلا إيه مش متماشي مع سياسة الدولة أو معه هو شايفه من قضايا مجتمعية بما فيها قضية الفلسطينية والدم زي ما أنت قلت سيادتك والعرض واللغة والجيرة وكل الدوافع ده وبالتالي الشاب اللي طلع ده أهله مؤمنين بالقضية ومؤمنين بوطن ومؤمنين يعني إيه وطن مؤمنين يعني إيه مصر ومؤمنين يعني إيه الوطن والدولة أعلى من أي نداءات تانية ولا أعلى من اللقمة زي ما قال سيادت الرئيس والعكس الشاب نفسه بيأثر على مامته وعلى باباه وعلى إخواته وعلى الجيران وعلى عمامه ويقدر يقولهم لا إحنا صح إحنا مشين صح إحنا كده لازم نعمل كده إحنا لازم نقف إحنا إحنا ما ينفعش نقول أنت أكلتني يوم ما أكلت الدب الأبيض إحنا لازم نسبت إخواننا فلسطينيين في مكانهم وقتع غزة زي بقى في مكانه عشان ما يحصلش بقى تهجير وشفت وياخدوا سينا زي ما بيقوله الشباب فاهم دي والله العظيم كويس أوي وبالتالي إحنا محتاجين برضو يعني يعني ندوات علمية أكتر ندوات توعوية أكتر مع عسكرات الشباب أكتر لإنه الشباب أنا عندي جامعة فيها خمسة وسبعين ألف طالب والله لو سبت الجامعة كلها هتروح معسكر فيها الرئيس هتروح وبالتالي لازم يبقى فيه كذا معسكر معسكر يبقى فيه قيادة سيسرية عليا معسكر فيه وزراء معسكر فيه للشباب للبحث القضايا للتنوير الشباب لتعليم الشباب لبس روح لانتماء يعني لما شاب رايح معسكر أو أعداد قادة أو 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 هو عارف رايح ليه وعارف عايز يستزيد من المعلومات ومن الثقافة ومن الفكر عايز يستنير أكتر عايز يتعلم أكتر حتى يعني هو طبعا بجانب كل اللي حضرتك بتقوله ده حقيقي لكن كمان فكرة أن الشباب دلوقتي لقوا أنه فيه فرص حقيقية الشباب دلوقتي لقوا أنه بيتم تمكين الشباب فيه مناصب قيادية بنشوف دلوقتي نواب محافظين بنشوف دلوقتي شباب موجود لو حتى هنتكلم عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اللي بتضم شباب كتير جدا الشباب اللي موجود إن كان في مجلس النواب أو في أي عمتا ممبر سياسي أو أي نافذة ممكن الشباب يكونوا موجودين فيها ده ما كانش موجود قبل كده ده موجود إحنا بنشوف شباب واعي جدا شباب متفتح فاهم مثقف كل ده بكل تأكيد زي ما حضرتك قلت دكتر حسان أن دل على شيء هو يدل على صدق الرؤية المصرية طبعا المتمثلة في رؤية سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي فإنه الشباب المصري دول هم الثروة الحقيقية لنا هم الثروة اللي احنا لازم نستثمر فيهم وبالتالي شفنا فعاليات كتير جدا تخص الشباب شفنا ثمارها دلوقتي وزي ما كنت حضرتك بتتكلم يا دكتور إن كان شاب واحد موجود فيه فعالية واحدة من اللي احنا كل اللي ذكرناه يقدر يؤثر في كل محيطه أشكر حضرتك طبعا جزيلا شكر الدكتور حسان النوماني رئيس جمعات سهاج نورتنا في سبع الخل بنشكر حضرتك أفندي مشرفتنا ونورتنا وبنشكر كمان وبنحيي شباب سهاج شباب السهاج والصعيد وحلوان واسكندرية وأسيوت إنبارح المشهد كان كده أمام المصريين يدعونا للفخر شباب مصر بيهتف لفلسطين واعي جدا لأرضه واعي لقضاياه بيحاول يقدم رسالة للعالم كله إحنا هنا ولسه القضية حية وعيشة بيننا في مصر وفي العالم العربي كله